بعد جزء الثاني اللي عندنا هتكلم على كولر 22 كولر 22 دي كان فيه عندنا اكتر من تجربة تدريبية خضها الاهلي بعد طبعا مستماني وحقق انجازات فيه ليه واللي عليه وبعد كده بعد ما حقق ساب وتولى بعده سامي قمصان سامي قمصان قدر يحقق نتائج طيبة لنه ما حققش بطولات وجي البرتغالي بعده سوارش ولم يوفق مع النادي الاهلي هل النادي الاهلي سيكت على كده قدرت النادي الاهلي وفكرت ازاي بدأت تبحث وتدور وجاب مدرب يقدر يحقق طموحات شفناها ازاي ولا هنجي مدرب يعمل تيم جديد فريق جديد يبدأ يطلع من ناشئين وي 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 كلام ده كله وبعد الناس تاني عيت لك ان العباء معظمها كبرت لازم تبطل وبعد الناس تاني عيت لك ده النادي الاهلي خلاص كده راحت عليه لا النادي الاهلي جاب مدرب مدير فني سويسري على مستوى عالي جدا اللي هو مستر كولر تم التعاقد معاه فورا وكولر ده الراجل مختلف رجع الامور النادي الاهلي وضعها طبيعيا وده يبقى لك ان الراجل عنده زكاء هتقول انت بتصيط في المدرب ولست اشتغل ما هو لسه مشتغلش بس بان رجع اللعيبة للسيستم بتاعها والنادي الاهلي بعض الناس ما يطلق ايه ده هو النادي الاهلي ما عملش سنادي صفقات صفقات ايه هي بالكم ولا بايه ما انا عاوز اعرف يعني انت عندك لعيبة ما خديش ثلاث سنين متواصلة زي ما طلقوا حققوا في الثلاث سنين دول من ست شهور حققوا فيها ست بطولات لما ما حققواش حققوا اللعبة كانت نفسها تستريح شوية فالقرار الجريء اللي خادوا مجل صدرات النادي الاهلي بقيادة الكابتر الخطيب طبعا اشان كان لعيب كرة وعارف ان رايح كل اللعبة كبيرة وبدأ يدي للناشيين فرصة عشان تظهر عشان نشوف هو عايز ميد بينهم السنة اللي جاية الاندية التانية اه فيه نازل منك طلع ناشيين كويسين اسماعيني طلع ناشيين تحاد سكندرية فيه اندية كتير طلعت ناشيين انا اتكلم عن تجربة النادي بتاعي انا وقدر اللعبة دي لما اخدت طراحة كويسة رجعت تانيا بقى قدام المدير الفني كولر والجهاز الفني اللي معاه يختار مين النادي الاهلي لعب في افريقيا وبريتين ودخل دور المجموعات وبعد كده فاز كاس السوبر بقى المدرب عنده زي ما بيت قال ايه وماشى كبيرة يختار منها وقدر وعمل تعاقد مع شادي اه ومع برونو وبقى انا سألت لك ايه هو فين اللعبة ثاني فين الصفقات اللي عمال النادي الاهلي يا جماعة والله بش بتكمل انت عندك لعيبة كويسة وطور كريم كريم دلوقتي بقى نجم السوبر ستارز ولسه ملعبش ولسه مش هنالك نبك الله صوح لعيب سوبر بينزل يغير لك في الدور العام لعب ثلاث مانشات واربع مانشات بيغير لك شكل التيم النادي الاهلي وبقى مطلوب في كل بيلعب في اي حتة جوكر فقدر المدير الفني كولر انه يطور من اداء اللعيبة النادي الاهلي عرف يوظف اللعيب هو دي كانت نقطة مهمة جدا بيعمل دلوقتي حالة الاستشفاء النادي الاهلي لعب الماتشات اللي فاتت دي كلها سواء افريقي او الدور العام او كاس السوبر بخمسين في المية من القوة اللي عنده فيه لعيبة لسه منعبتش خالص بيجهز بيها هو ده المدرب بعضهم زمانتوا متخيلين لسه في فترة اعداد كويس اوي فترة اعداد فترة اعداد بيعد اللعيبة كويس اوي كان فيه لعيبة كانت طلع اجهاد والاجهاد ده كان عمل زي اصابات يعني ابيش عايز اقول شبه مزمنة لا لانه هو قدر يرجع لعيبة تاني مع جهاز فني على مستوى عالي جدا عنده مدرب احمال سوبر ستارز سوبر سوبر يعني مش بقلوك كده لأ النادي الاهلي بيلعب لحد اخر تسعين دقيقة في الملعب وده يبهيلك ان المبارات السوبر النادي الاهلي جاب الجول في دقيقة كام جول التاني في دقيقة كام في دقيقة تسعين ده يبهيلك ايه ان النادي الاهلي واقف على حيله والنادي الاهلي فكرنا فكرنا النادي الاهلي فكرنا بزمان بالمباريات اللي هي كنا بنكسب في اللحظات الاخيرة طبعا الناس تقولك ايه اصل الحكام اصل مش عارف ايه طبعا هده حكام اهو هده الحكام الفري بين الحكام بتوعنا والحكام البورتوليين اللي جيه حاكم مبارات السوبر والحكام بتاع افريقيا مش اقول الحكام بتاع الحكام المصريين انا مش عايز اتكلم اخش في متأت انا بنتكلم عاوزين نظهر فرحيتنا كلنا ونبدأ سنة سعيدة وسنة جميلة على كل المصريين وخاصة جمهور النادي الاهلي فعلا اختيار صادف اهله يعني احنا بننتظر من المدير الفني ده خلال المرحلة القادمة دي ان شاء الله يعني عاوزين نشوف منه كل حاجة ويسا انا بقول لكم النادي الاهلي رجع النادي الاهلي رجع لان انا قلتها لكم كمان ضمن الحلقات من الحلقات اللي هي اللي فاتت دي لما قلت لكم انا اتفرجت على تدريب الرجل انا رحت مغير ما حد يعرف وقعدت في المدرج كده في جزء الصغير كده وتفرجت لا راجل يفري كتير اقول لا يقل عن هيدوكوتي عن عن كابتن محمود الجهري عن كل المدربين الكبار اللي هما دربوا النادي الاهلي وقدروا يحقق معهم بطولات فانا بقول لكم يعني اتعشموا خير في كولر والنادي الاهلي موفر له كل شيء وهو الراجل كمان راجل هادي جدا وبيفكر كويس قوي بيوظف العيب اهم حاجة للمدير الفني ان بيقرأ الجيم كويس وبيوظف العيبة كويسة